بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا بكم في الأجندة بعد انقطاع نسبي عن الحديث في المشهد السياسي ها نحن نعود في هذه الحلقة من المشهد الليبي حيث تجتمع نسور العالم وضباعه هناك لسرقة ثروة هذا الشعب والسيطرة على قراره السياسي ومقدراته ما الذي يجري في ليبيا وما شأنه بما يجري في اليمن ما طبيعة القوى الدولية والإقليمية المشاركة في الصراع الليبي وما دوافعها من هذا الصراع وإلى أين يذهب المشهد الليبي في المستقبل القريب سنحاول الإلمان والإجابة على هذه الأسئلة أو على بعضها على الأقل في هذه الحلقة فكونوا معنا قبل الحديث عن ما يجري في ليبيا دعونا نرجع خطوة قصيرة إلى الوراء في المشهد الليبي إلى عهد الزعيم الليبي معمر الكذافي لأن جذور الصراع الآن وجذور الخراب الموجود الآن تمتد إلى هناك في فترة حكم معمر الكذافي لم يكن عامة العرب يعرفون شيئا عن ليبيا والمجتمع والإنسان يعني العرب لم يكنوا يعرفوا شيئا عن الإنسان الليبي عن المجتمع الليبي ما كان يعرفوا من ليبيا كلها غير معمر الكذافي تكريبا لأن الإطار كله كان ممتلئا بصورة الزعيم القائد أما الشعب الليبي فغير موجود في الصورة أيام الزعيم لم نكن نعرف عن ليبيا شيئا في عهد الكذافي سوى ما قاله فيلم العقاد عن عمر المختار مصطفى العقاد أو ما قالته أغنية لولاكي لعلي حميدة الفنان الليبي الذي باض هذه الأغنية مثل الديك أغنية واحدة شهيرة واختفى ثم ما عرفه المثقفون وهم كليل عن المفكر الليبي الصادق النيهوم هذه ثلاث شخصيات عرفناها عمر المختار علي حميدة والصادق النيهوم هذا اللي كان معروف لدى الناس عن ليبيا غير معمر الكذافي عدا ذلك لا نكاد نعرف من هو الشعب الليبي لأن النظام الحاكم كما قلت تعمد إخفاء الشعب وإظهار الزعيم وهذه واحدة من مشاكل الاستبداد المستبد كائن فيه نزع التأله يحب أن يرى نفسه إلهم أو نصف إله والإله لا يحب أن يكون له شريك لا يحب أن يشاركه أحد في الصورة الشعب الليبي كان موجود بياكل ويشرب ويتعلم ويسافر على حساب الدولة آنذاك ومن خير الثروة البترولية الضخمة في بلده ومعمر الكذافي كان له حسنات يعني مش أنه كان شيطان مريد بالمرة يعني لكن هذا المستبد مشكلة المستبد هذا الشعب كان بياكل وبيش رابوا إلا أنه لم يكن يتنفس حرية لم يكن يتنفس الحرية شعب مخنوق ليس له صوت مثل الشعب السوري لأن الزعيم لا يحب أن يسمع صوتا غير صوته لو عنده إمكانية يسجل صوته ويجيس يسمعه ويطرب حيسجله هكذا طبيعة الزعيم ولذلك لم نسمع صوت ليبيا طوال 42 سنة من حكم عمر الكذافي بعد 42 سنة من الحكم غادر الكذافي ليبيا وتركها كما استلمها عبارة عن قبائل متصارعة متنافسة تفكر بطريقة القبائل العربية القديمة لأنه طبعا 75% من الشعب الليبي عبارة عن قبائل بدوية الكذافي استلم ليبيا في عام 1969 وعدد سكانها لا يتجاوز مليونين ونصف نسمة وفيها ثروة نفطية هائلة ما الذي تغير فيه ليبيا بعد 42 سنة؟ شعب محدود 2 مليون ونصف وأرض واسعة جدا وثروة هائلة هذا المفروض أنك تحول ليبيا إلى جنة وتحول الإنسان الليبي إلى الإنسان رقم واحد في الكوكب رقم واحد ما الذي خلفه الزعيم خلال هذه الفترة؟ لا شيء لا شيء سوى مظاهر سطحية للتمدن ومشاريع تدمير هنا وهناك سرعان مختفت هذه المشاريع المدنية بعد سقوط النظام وعاد كل شيء إلى حقيقته الجوهرية الجميع يفكر من منظور الكبيل طلعوا كلهم كبائل و42 سنة ما قدر تغيير عقل المواطن الليبي إلا كلهم محدوداً نخبوي طلعوا يا كبائل بدوية متصارعة يا سلفيين يا مطاوعة لماذا لم يتمكن القائد المثقف معمر الكذافي من تغيير الإنسان الليبي؟ لماذا لم يتمكن من تغيير مستوى الثقافة والحضارة في المجتمع الليبي خلال أربعة عقود من حكمه وهو الإنسان العلماني المثقف لماذا؟ لقد أعطي الكذافي من من الزمن لتغيير ليبيا أكثر مما أعطي موسى عليه السلام لتغيير ثقافة بني إسرائيل ونفسيتين موسى أعطي أربعين سنة لكومه معمر الكذافي اثنين واربعين سنة يعني زايد على موسى بسنتين فلماذا لم يفلح في إحداث تغيير جوهري في الشخصية الليبية والثقافة الليبية ولديه تلك الثروة الهائلة والنظام القوي الجواب واضح لأنه لم يكن يحمل مشروعا حقيقيا لم يكن لديه مشروع للليبيين غير ترويج صورة الزعيم العبكري المثقف المؤثر كان مشغول بنفسه يعني وهو على المستوى الشخصي يحمل فعلا بعض هذه السمات وكان رجل لاباس فيه ذكاة في عبكرية في الثقافة فيه يعني لو قارننا بخليفة في العصر العباسي حيكون أفضل لكن ما هو الشهد مطلوبنا احنا في العصر الحديث مطلوبنا شيذاني إلا أنه لم يوظف ذكاءه وعبكريته الشخصية لصالح ليبيا بل لترويج وتضخيم صورة الزعيم الرمز وهذه هي خيانة الأذكياء لأوطانه وهكذا ينبغي أن نقيم الحكام نقيمهم بمعيار ما أنجزوا على مستوى رقية الشخصية والمجتمع لا بمعيار ما يملكون من خصائص شخصية مبهرة أو بمعيار العمارات والبنايات اللي بنوها ولا بمعيار عدد الدبابات والصواريخ اللي معاهم في البلاد هذه معايير هبلة هذه معايير متخلفة هذه معايير غبية في تقييم إنجازات الحكام الإنجاز الحقيقي لأي حاكم هو الشخصية وريني ما هي الشخصية اللي صنعت داخل بلدك كيف حال الإنسان عندك كيف مستوى الفقافي كيف مستوى الأخلاقي كيف مستوى المعرفي هذا هو اللي يخليني أقول هذا الحاكم نجح ولا ما نجحش أنجز ولا ما أنجزش مش أنه كان عندنا جيش ثلاثة مليون على رأي أصحابنا في البلاد ها معانا جيش اثنين مليون ومعانا دبابات ومعانا معسكرات ملان العاصمة وتحيط العاصمة من كل اتجاه هذه معايير الحمقة والأغبياء هذا مش إنجاز هذا تخريب كبير في العام 2011 خرج الشعب الليبي أو خرج الشعب الليبي ليقول كلمته أمام الزعيم لأول مرة منذ أكثر من أربعين سنة أمرهم ما تكلموا فرد عليهم الزعيم على الاحتجاج السلمي بالرصاص وحدثت مذابحها تدخل على إفرها ما يسمى بالمجتمع الدولي وطلب من حلف الناتو مساعدة الشعب الليبي في القضاء على الزعيم الليبي المزعج هم المجتمع الدولي ما يستيقظ إلا في الحالات اللي يشوف فيها مصلحته صحيح كان فيه جريمة وكان فيه شعب فعلا يعني مضطهد هو الشعب الليبي لكن طيب ما عندكم الشعب السوري برضو ليش ما تدخلتوا وعندكم الشعب اليمني وعندكم الشعب لكن بس كان عاجبهم يتدخلوا في ليبيا لمآرب أخرى بالفعل تدخل الناتو وقضى على معمر الكذافي الزعيم الذي لم يبني لليبيا جيشا نظاميا ما كانش عنده جيش نظامي كبقية دول العالم لماذا؟ خوفا من أن ينقلب عليه الجيش اكتفى ببناء كتائب وميليشيا تابعا له ولأبنائه كتائب عائلية زي اللي عندنا بس احنا عندنا كان يسموه حرس الجمهوري وبعد سقوطه أصبحت ليبيا تعاني من فراغ الدولة ما فيش دولة فيه قبائل بس ما فيش دولة أو فيه مؤسسات بلا جيش وطني يمسك بزمام الأمور إلى أن يصل السياسيون المدنيون إلى صيغة ديمقراطية مناسبة لإدارة البلاد لأنه عندما تعمل فوضى ويتدخل الأجانب لإشعال المزيد من الحرائق والفتن كما يفعل بن زايد وغيره في هذه الحالة إذا ما فيش جيش يضبط الأمور حيث ستفلت لأن الثورة الثورة أصلاً ما قامت إلا من أجل الحرية والكرامة والدولة المدنية لكن في ظل هذا الفراغ كانت هناك دول وأجهزة أجهزة مخابرات يعني تخطط لأمور أخرى غير ما يطلبه الشعب الليبي الشعب الليبي كان محتاج يتنفس حرية الإنسان كما يهقه ليس بالخبز وحده يعيشه الإنسان أيضاً هو محتاج يشعر بكرامة محتاج يشعر بكرامة وما هو كلب علشان بس تطعمه وتأكله وتقول لما دام وانت آكل شارب راضي ليش تحتج لا هذا تقولها لكلب عندك في البيت تقولها لقط تقولها لحصان أما إنسان لا الإنسان هو كيان روحي يفكر في كرامتي يفكر في حريتي يفكر في المعاني الإنسانية العلوية وهي يفكر في معدتها كان بعض هذه الدول والأجهزة يخطط لسركة الثروة الليبية التي تقدر بمليارات الدولارات وأطنان عشرات الأطنان من الذهب أو تخطط للسيطرة على ثروة ليبيا النفطية أو على الأكل شراءها بأبخس الأثمان من جهات مليشيات نافذة غير شرعية في ظل استمرار غياب الدولة المقصود تعمدوا تغييب الدولة عشان يشترون نفط من المليشيات وبعض هذه الدول كانت تخطط للحصول على امتيازات للشركات الأجنبية من أجل بناء المشاريع القادمة في ليبيا الجديدة يعني المدن مدمرة وفي حاجة إلى مشاريع جديدة فكل بلد كل دولة بتفكر شركاتي أولى فخلينا نجمر ولهذا السبب تعمد حلف الناتو والفرنسيون تحديدا تعمدوا تدمير البنى التحدية الليبية بدون دواعي عسكرية الكذافي خلصوه في ستة أيام لكنهم ظلوا يدمروا ليبيا بعد هذه الفترة وكان الهدف هو التدمير الواسع للبنى لكي تأتي الشركات الفرنسية والأوروبية لأعادة البنى عشان تستفيد في إعادة البنى وهذا فيما يبدو هو ما تخطط له نفس الجهات من استمرار الحرب في اليمن بيع سلاح وبعدين إعادة بناء شركات الخليجية تشتي تدخل تشارك يعني الإمارات السعودية والأجنبية أيضا تشتي حصة اليمن المدمر بعد كذا سنة لو خرج حيتفاوضوا مع سلطة السلطة الموجودة على إعادة بناء ويمكن السلطة الموجودة الآن كانت تفاوضت مع هذه الدول يمكن كل السلطة بتتفاوض مع جهة أخيرا كانت هناك أنظمة سياسية مثل النظام المصري والنظام الإماراتي والنظام السعودي هذه الأنظمة كانت تخشى أن يكون للإسلاميين في ليبيا أي نفوذ سياسي يقوي نفوذ الإسلاميين في مصر وفي المنطقة أو يوفر لهم ملاذ آمن للمعارضين منهم وهكذا اجتمعت الكثير من الدوافع الأجنبية لخلق حالة فوضى كبيرة في ليبيا فتشت هذه الدول في أوراقها عن شخصية ليبية يمكنها أن تحمل أجندتها المشبوهة فأجدت ضابط ليبي قديم يقيم في أمريكا وعنده الجنسية الأمريكية هو يدعى خليفة حفتر حفتر هذا كان كان تشارك في ثورة معمر الكذافي التي أطاحت بالملكية في ليبيا في 1969 وكان قائدا للقوات الليبية التي حاولت غزوة شاد في عام 1987 قائد فاشل راح يغزوة شاد أسروه في أول يومين وروح جت لها الطائرات الفرنسية أخذته ودوه دولة أفريقية ومن هناك لأمريكا هذه حرب تشاد هي الحرب التي خسرتها ليبيا وأوقعت خليفة حفتر في أسرة تشاديين ثم تحول إلى كارت محروق في يد المخابرات الأمريكية بعد ذلك في قصة طويلة لا مجال لذكرها هنا المهم الرجل جاء به من أمريكا ليقوم بإجهاض الثورة الليبية 2011 وتحقيق الأجندة الأجنبية للدول التي تشارك في المعركة ومن أجل تعطيل الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن يذهب بعدها الليبيون للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية التي تضمن الاستقرار في ليبيا كما كان مقرر عندنا في اليمن كان في فترة انتقالية بعد الفترة الانتقالية يصوتوا على الدستور ويدخلوا في انتخابات جابوا هذا الضابط ورتبوا مع آخرين في المنطقة الشرقية علشان يخربوا الشغلة هذه كلها طبعاً احنا عارفين منهم خلاص صاروا معرفين وهو ما يتعارض كما أشرت مع الأجندة الدولية المتناكضة في ليبيا في ليبيا أجندة دولية عجيبة متصارعة في دول معترفة بالحكومة الشرعية في ليبيا لحكومة السراج وفي نفس الوقت بتدعم حبتر ضد هذه الحكومة رسمياً بتعترف بحكومة السراج ومن خلف الستار بتدعم حبتر يعني أمر عجيب اللي بيحدث في المشهد الدولي لو شاف أروستو حيمزك كتاب المنطقة اللي سوى المشهد في ليبيا هو نموذج واضح لصراع الأجندات الدولية يساعد على كشف أدوار الدول حتى في المشهد اليمني والذي أود قوله بصراحة في هذه الحلقة هو أن الصراع لا يخلو من البعد الأخلاكي أقصد لا يخلو من صراع بين الحق والباطل بين الخير والشر وهذا التوصيف قد لا يعجب البعض ويعتقد أننا نخلط بين التحليل السياسي والأيدولوجيا الدينية ربما لأن هذا البعض يتصور أن الصراع بين الخير والشر لا بد أن يكون صراع واضح جداً على طريقة الأفلام المصرية الكديمة العربي فيما يبدو وقع ضحية للمسلسلات والأفلام التي كانت تعرض في الستينيات والسبعينيات من الكرن الماضي أيامها كان يظهر البطل الشاشة إما ملك بري يتعرض للظلم أو أنه شيطان مارك ليس فيه ظرة خير كان هكذا يبيض يزود والخير أو الشر واضح للمشاهد تماماً آنذاك يعني لأن المخرج كان يطلع على كواليس الخير وكواليس الشر باستمرار كان المشاهد يشوف الشرير وهو بيدبر المكر ويشوف الخير وهو بيتعرض له وهو مسكين وضعيف ما كان فيش نسبياً مثلاً يقال أنه الشرير كد يكون في بعض الخير وصاحب الخير كد يكون في بعض الشر وبعض القصور وبعض النقاط الضعف الإنساني البشري لا كان يخله يا أبيض يسود والعربي اليوم يشتيه شوف هذا الأبيض والسود في الصراع السياسي الدولي اليوم يقول لك ما فيش أبداً ولا دولة عندها حق ولا في نظام سياسي عنده حق وكل هذول اللي بيتحاربوا كلهم على باطل في الواقع السياسي لا في الواقع السياسي لا أحد يصور ما يجري في الكواليس ما أحد يقدر يصور لك ما يجري في الكواليس عشان تعرف الخير من الشر بشكل مضبوط والناس في الواقع الحقيقي واقعيون لا تستطيع أن تميز الشرير منهم بسهولة الشرير اللي في الواقع بيعيش طبيعي بين الناس بيضحك وبيحزن وبيفعل الخير أحياناً ويبدو الفارق بينه وبين الطيبين فارق بسيط يمكن ما تلحظش أحياناً يعني قد يكون جارك اللي بتصلي انتوه مع بعض في المسجد وبتمزح انتوه في الشارع ويمكن بينك وبين عشو ملحو بترتكو في العراز وفي الكذا يمكن هذا تدور الأيام بينك وبينه وتجد نفسك أنت معتقل سياسي بسبب قضية سياسية وتجد هذا الجار نفسه هو الذي بيتولى تعذيبك في السجن وتقول مش معقول هذا يكون فيه هذا الشر كله من جايه من فين جاب الشر هذا تسأل نفسك أين كان يخفي هذا الجانب الشرير في شخصيته كيف لم يظهر في السنوات الماضية الجواب بسيط أنت صنعت لنفسك صورة وهمية في مخيلتك عن الإنسان الشرير الإنسان الشرير موجود جنبك بس ما يظهرش بشكل فاقع زي ما أنت بتتوقع يعني أنت اعتقدت أنه شيطان خالص وليس فيه خير لا الشرير قد يكون فيه خير كثير الشرير إنسان عادي لا يظهر شر إلا في المناسبات على رأي سعيد صالح أنا عندي استعداد للإنحراف بس مش لاقي اللي يوجهني هو محتاج هذا الشرير إنسان عادي لا يظهر شر إلا في الظروف بعض السدج إذا قلت له أن الصراع السياسي الدولي والإقليمي لا يخلو من صراع بين حق وباطل وخير وشر حتى لو بدأ في ظاهرة أو في مستواها الأول صراع من أجل المصالح السياسية والدولية إذا قلت له هكذا يتهمك بالتحيز والعمالة والتطبيل للنظام السياسي الفلاني الذي يمكن تعيش في ظلة يعني مثلا أنا من الناس الذين يعتقدون أن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان ونظامها السياسي ليس من يحارب ويصارع من أجل مصالح تركيا المادية فقط أنا مؤمن بأن هذا الرجل يصارع من أجل قيم أخلاكية أيضا من أجل حق وباطل وخير وشر في سبيل الانتصار لقيام الخير على قيم الشر بدليل بدليل بإمكان هذا الرجل أن يكسب أكثر لو مشى مع التيار مش عكس التيار زي ما يفعله الآن كان سيكسب أكثر لو أنه وضع يادم مثلا بيت تحالف الشر المكون من السعودية والإمارات ونظام السيسي في المنطقة ونظام الأسد وإسرائيل هذا الحلف كان ممكن يكسب أكثر وكان سيسلم من التآمر عليه على الأكل جالسون يتآمروا عليه اليوم كان سيسلم من التآمر عليه وعلى النظامه وكان سيكسب مصالح سياسية ومصالح اقتصادية لا حدود لها أسواق الخليج ستنفتح أمام البضائع التركية وحيئمن على الكرسي وحينامه هادئ ومرتاح البال لكنه اختار الطريق الآخر سبح عكس التيار من أجل ماذا؟ مش من أجل مصرعات المصرعات معاهم لأنه موقف هذا موقف أخلاكي أردت بهذه المقدمة أن أمهد للحديث عن أجندة كل دولة من الدول المتصارعة في ليبيا وأعتقد أن الوقت لن يكفي للحديث عنها جميعا لكن سنمشي إلى النقطة التي نستطيع أن نمشي إليها لكي يكون المشهد واضحا تماما على المستوى العميق لا على المستوى السطحي الذي يراد للناس أن يتوقفوا عنده لكي لا يفهموا حقيقة اللعبة كما يراد لنبدأ بموقف النظام المصري من المشهد الليبي يعلم المراكبون أنه منذ صعد عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وليس لديه قضية أهم من قضية الحرب على الإسلاميين وثورات الربيع العربي هو بن زايد بن سلمان وحلف الثورة المضادة مع إسرائيل في سبيل انتصاره وفي سبيل انتصاره في هذه المعركة على الإخوان والإسلاميين عموما هو بقائه في السلطة تنازل السيسي عن مصالح مصر القومية نفسها قدم تنازلات لأثيوبيا أضرت بحصة مصر في نهر النيل عندما وقع على اتفاق المبادئ الذي اعترف بحق أثيوبيا في بناء صد النهضة وهو ما لم تعترف به مصر من قبل وأكر أيضا بحق أثيوبيا السيادي في إدارة صد النهضة وحدها ولم يقرر أي جزاء كانوني دولي عليها في حالة مخالفة الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولتان بين عامي 1902 و1993 والسياسيون المصريون اليوم يولون يصرخون بسبب هذه الورطة التي أوقعهم فيها السيسي تحت ضغط إسرائيل أنا أعتقد أن إسرائيل هي التي رتبت العملية هذه كلها لتخلي مصر دائما تحت باطها كما يقال إسرائيل تدين الملف الأثيوبي من خلف الستار بينها وبين أثيوبيا علاقات كويسة كما تنازل السيسي عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية في صبقة القرن التي تقدم إسرائيل في المقام الأول فعل ذلك لكي يضمن أيضا حمايته من قبل تحالف الثورات المضادة وقدم تنازلات أخرى كثيرة كلها في سبيل بكائه على رأس السلطة وهو غير مستعد أبدا بعد كل هذه التضحيات بمصالح مصر أن يسمح بأي متنفس لمعارضيه الإسلاميين خارج مصر وهو يعتقد أن نجاح الثورة الليبية سيعزز موقف الإخوان المسلمين بمصر ولهذا سعى منذ اليوم الأول هو بن زايد وجماعته عبر مخابراته سعى إلى المساهمة في إفشال الثورة الليبية وإفشال المرحلة الانتقالية الليبية التي كانت من المتوقع أن تكرر نظام حكم ديمقراطي في ليبيا واستضاف أتباع النظام السابق الليب السابق وتعاون مع الإمارات السعودية وروسيا في تحقيق ذلك ومع أصابات أخرى ومع الجنجويد ومع غيرها وهو الآن يدعم المتمردين الليبيين في شرق ليبيا بكل أنواع الدعم النظام الإماراتي بدوره يعمل بكل طاقته وإمكاناته من أجل القضاء على ثورات الربيع العربي والقضاء على الإسلاميين في كل مكان في العالم والقضاء على الإسلام نفسه من وجهة نظري لكن هذا مش ظاهر كثير ولدى الرجل طموحات بن زايد هذا لديه طموحات اقتصادية وسياسية كبيرة في المنطقة منها السيطرة على موانئ المنطقة من جبل علي في دبي مروراً بباب المندب إلى كناة السويس إلى بعض الموانئ في جيبوتي والسودان يخطط بن زايد لأن يصبح إمبراطورة التجارة البحرية في الشرق الأوسط بعد أن دخل في تحالف وثيق مع إسرائيل ومع جهات دولية كثيرة تشتغل في الباطن مشبوهة والنظام الإماراتي يعتقد أن مشاريع الديمقراطية ومشاريع الإسلام السياسي هي التي تكف عائقاً أمام تحقيق طموحاته ولهذا أعلن عليها وعلى الشعوب المنطقة أعلن حرباً شاملة وظف فيها ثروات الإمارات الهائلة ووظف فيها الساقطين في مختلف البلدان من عملاء ومنحرفين وشواذ بكل معنى كلمة شواذ السياسية والبيولوجية وظفهم هذا لكلهم في سبيل هذا المشروع الضال ويجد بن زايد نفسه مضطراً للتدخل في ليبيا لحماية حليفه السيسي من ناحية للقضاء على مشروع الديمقراطية وعلى الإخوان المسلمين من ناحية الثانية ولمحاصرة تركيا بأنظمة عربية استبدادية ديكتاتورية تعادل نظام التركي الحالي من ناحية ثالثة ذلك عن مصر والإمارات فماذا عن موقف روسيا التي تدخلت عبر شركة فاجنر الإرهابية المرتزقة الداعماً للمتمرت حفتر وعبر تزويد حفتر بالطائرات والسلاح والتقارير والتوجيهات وإلى آخره ما الذي تريده روسيا من ليبيا؟ هناك ثلاث ملفات تهم روسيا في ليبيا الملف الأول هو ملف إعادة بناء ليبيا بعد الحرب وهذا يغري دول كثيرة أوروبية كما قلت بعد انتهاء الحرب سيبدأ إعمار ما دمرته الحرب من ناحية وما تحتاجه ليبيا الجديدة من إعمار وغير ذلك طرق السكة الحديد الطرق الطويلة المعبدة المطارات المدن المستشفيات مدارس موانئ وغير ذلك كل هذا محتاج إعمار فيما بعد سواء الإعمار الكديم أو الجديد وهذا كما قلت قطاع واعد بالنسبة للشركات الأجنبية ستكسب منه مليارات الدولارات وهناك تنافس شديد بين الدول للحصول على نصيب الأسد من هذه الكعكة فرنسا تريده إيطاليا تريده روسيا أيضا تريده وهذه الدول تعلم أنها لن تحصل على هذه المكاسب إلا عبر نظام ديكتاتوري عسكري يبيع منها هكذا بدون رضى الشعب لأن النظام الديمقراطي سيخضع المناقصات لرقابة مجلس النواب وفي هذه الحالة لن تضمن هذه الدول مصلحتها عادة أن الدول هذه ما بتضمن مصلحتها إلا عبر التفاهم عسكري مستبد غير ديمقراطي يبيع لها بدون ما يرجع لحد هذا الملف الأول الملف الثاني لروسيا في ليبيا هو ملف النفط روسيا بالطبع لديها يعني لفط كثير لا تحتاج النفط الليبي لأنها من أكبر المصدرين للنفط في العالم لكنها تريد أن يكون النفط في يد حليف لها لا في يد دولة ديمقراطية تتصرف بحرية لأنه سوق النفط أحيانا يشهد معارك بين الدول المصدرة ومن مصلحة روسيا أن تكسب حليفا مصدرا إلى جانبها في هذه المعركة إلا أن أهم الملفات بالنسبة لسوريا عفوا بالنسبة لروسيا في ليبيا هو ملف الجغرافيا السياسية روسيا تريد أن تكون حاضرة في السحل الشمالي الأفريقي بالقرب من الحدود الجنوبية لأوروبا تريد أن تكترب من حدود الناتو وهذا ما لن يقبله حلف الناتو على الإطلاق وهذا هو الخطأ الجسيم الذي اكترفه حفتر الغبي الحمد لله أنه غبي ودفع أمريكا إلى في الأيام الأخيرة للوقوف بجانب حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا خلّ أمريكا تصطف مع حكومة الوفاق وهي ما رأي مش راضي وطلبت من حفتر قطع علاقة بروسيا والانسحاب من محيط العاصمة ترابلوس والدخول في عملية سياسية مع حكومة الوفاق والأمر اللافت أنه الكذافي نفسه زمان طوال فترة حكمه كان منتبه لهذا البعد كان يراعي هذا البعد تماما على الرغم من علاقته المتوترة السيئة طوال الوقت مع الغرب وأمريكا لكنه لم يسمح أبدا أن تكترب روسيا من حدود من ليبيا يعني من حدود أوروبا كان عارف أنه هذا ثمن كبير هذا كان بمثابة تهديد للأمن القوم الغربي ويعلم أنه سيدفع الثمن إن فعل ذلك والمفاركة هي في موقف فرنسا فرنسا التي تجد نفسها مضطرة من ناحية للوقوف مع حفتر من أجل مصالح وأطماع اقتصادية في ليبيا وفي كرة أفريقيا أيضا تحب تكون مسيطرة على أفريقيا كلها لكنها في نفس الوقت تجد نفسها غير راغبة في التدخل الروسي لليبيا مع أنه التدخل الروسي معها ما تشتيش الروس يدخلوا في العملية هذه لأنها فرنسا عظوا في الناتو وغير راغبة في تدخل تركيا أيضا التي تناصبها العداء في بلفات عديدة منها سوريا معانا في الناتو يشوفوا التناقضات ويبدو أن فرنسا لن تطال في الصراع في هذا الصراع لا بلح للشام ولا عنب اليمن كما يقال في ظل المستجدات الأخيرة التي غلبت الكفة لصالح حكومة الوفاق يبقى معانا اللاعب التركي بحاجة إلى وقفة أطول قليلا من يراكب مسيرة نظام حزب العدالة والتنمية التركي من يراكب مسيرة هذا الحزب ويتفحصه بشكل جيد سيلحظ ما يلي سيلحظ أولا أن هذا النظام لم يكن له قبل ثورات الربيع العربي خطط عسكرية خارج حدود تركيا لأنه وجد أساسا لهدف واحد محدد هو النهوض بتركيا على مختلف مستويات التنمية كان حزب تنموي فقط قبل ثورات الربيع العربي كان مشاريع كلها تنموية ولهذا كانت له علاقات جيدة مع مختلف الأنظمة العربية بما فيها نظام بشار الأسد السوري نفسه قبل الربيع العربي وكان هدفه كما قلنا مرارا هو إخراج تركيا من عزلتها القديمة وحصرها في البعد الجغرافي كانت محصورة في البعد الجغرافي الذي يربطها مثل كلب الحراسة بالكر الأوروبية أراد أردوغان وزملائه فتح الأبعاد الأخرى لتركيا مثل البعد العرقي في الجمهوريات التركية وسط آسيا والبعد التاريخي المرتبط بالعالم الإسلامي أراد أن يفتح الأبعاد كلها لتركيا وأن يفتح الأسواك للبضاعة التركية وكان التواصل مع الإسلاميين يهدف مع العالم الإسلامي عفوا كان يهدف إلى فتح أسواك جديدة من بضائع التركية كما قلت إذن فأجندة النظام التركي في الوطن العربي قبل الثورات الربيع العربي كانت اقتصادية ببحتها لكن بعد ثورات الربيع العربي وجد النظام التركي نفسه ملزما من الناحية الأخلاقية بتأييد هذه الثورات التي تعبر عن إرادة الشعوب لماذا هو ملزم بذلك؟ أولا لأنه من ناحية نظام ديمقراطي والنظام الديمقراطي لازم يكف معاه نظمة ديمقراطية وضد الدكتاتوريات أو على الأكل هذه رغبتها الحقيقية وإن لم يعلن عنها هذا من ناحية ولأنه من ناحية أخرى صاحب موقف أخلاقي معلن رافض للاستبداد والقمع هو عانى في تركيا من هذه المشكلة من قبل ولذلك هو ضد الاستبداد وضد القمع وهذا الموقف من الثورات العربية هو الذي جعله مستهدفا بالتآمر من قبل حلف الثورة المضادة من بعد نجاح الثورة المضادة خاصة وأنه فتح أبواب تركيا للعرب المعارضين الهاربين من اضطهاد الثورة المضادة فوجد النظام التركي نفسه مضطرا للدخول في مواجهه وفي صراع سياسي وأسكري لم يكن في أجندته الأصلية وهو ما أحدث داخل حزب العدالة والتنمية نوع من الشقاق والخلاف انتهى بخروج بعض قادته من الحزب لأنه قالوا ما لهذا احنا أسسنا الحزب ومشروعنا كان مختلف يعني أحمد داود أوغلو كان يقول أنه احنا كان شعارنا تركيا صفر مشاكل ما نشلش مشاكل مع أحد كان هذا هدفنا لكن الموقف الأخلاقي للرئيس التركي أردوغان ما قادر يتحمل أنه بس يكسب يكسب فلوس وجد الرئيس أردوغان نفسه في وضع صعب للغاية هو أمام خيارات كلها صعبة إما أن ينحني للريح ويخضع لشروط حلف الثورة المضادة ويتخلى عن سياستها الداعمة للشعوب العربية ويتصالح مع الأنظمة العربية القمعية المدعومة من إسرائيل إما هذا في مقابل طبعاً أن يأمن على نفسه ويحافظ على مصالحه ومصالح حزبة وبعض مصالح تركيا إما هذا وإما أن يكف في وجه الريح العاتية ريح الثورة المضادة التي قد تكتلأ خيمته إذا وقف مع الثورة المضادة سيربح استقراره السياسي وكثير من المصالح الاقتصادية لتركيا لكنه سيخسر سمعتها الأخلاقية سيخسر تاريخها الأخلاقي وسيورد تركيا في عداء تاريخي مع الشعب السوري فيما بعد لما تجي أجيال تقول نظامكم الإسلامي اللي كان يسمي نفسه الإسلامي غلك الحدود وخل النظام السوري إذبحنا داخل الحدود أغلق حدود أمام ملايين اللاجئين السوريين وأعادهم إلى جزار سوريا ليبطش بهم من أجل مصالحها وهذه خسارة قيمية لا يكبلها شخص مثل أردغان يعلي من شأن القيم الأخلاقية في خطابه السياسي لا يستطيع تحملها وهكذا اضطر الرئيس أردغان إلى الدخول في حلبة الصراع مهما كانت خسارته لكن بحسابات ذكية للغاية وعندما لجأت إلي حكومة الوفاق الليبية لطلب المساعدة وهذه نقطة أنا أحب العربي يفهموها لأنه دائما يشاغبوا ويحبوا يلعبوا على هذه المتناكضات لما حكومة الوفاق طلبت المساعدة ضد حفتر من تركيا وهو مدعوم من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا قال الرئيس أردغان لحكومة الوفاق أنا لا يمانع عندي من دعمكم بل هذا ما نريد يمكن علشان يؤدب الدول التي تعامرت عليه ودعمت خصومه لكن كانوا قال لهم هكذا لكن هناك مشكلة لابد من حلها أنا رئيس في نظام ديمقراطي أخضع لمساءلة الشعب التركي الشعب التركي سيسألني ما هي مصالح تركيا في ليبيا لكي نذهب إلى هناك ونتعارك مع دول أخرى سيسألوني الليبيين ليش روحت ليبيا لماذا قد يقتل بعض أبنائنا في ليبيا ما مصالحنا هناك لماذا نخسر علاكتنا ومصالحنا مع بعض الدول الأوروبية بسبب ليبيا ومن ثم كانوا هكذا بيطرح للليبيين ومن ثم لابد أن يحصل الشعب التركي على مصلحة من هذه العلاقة اللي بيننا وبينكم واقترح على حكومة الوفاق التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين هذه الاتفاقية ستوسع حدود تركيا البحرية بشكل كبير وهو ما يتيح لتركيا لعب دور أكبر في مستقبل حوض البحر الأبيض كما أنه سيمكنها من التنقيب عن الغاز والنفط والتحكم في خطوط التجارة طبعاً وافقت حكومة الوفاق الليبيا لأنه ليس خسرانا حاجة هي تقسيم حدود في البحر ودخل الأتراك ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وغيروا المعادلة العسكرية وهم بيقولوا لشعبهم إحنا رحنا لأنه معنا مصالح معنا ترسيم حدود ومعنا مكاسف جديدة في الحدود هكذا كان يعمل الرأس المفكر في تركيا ما يمكنش يدخل هكذا يكاتل من غير ما يكون شعب المعام مصالح يحصل لشعب المصالح وهذا حق ويكاتل في معركة الحق ضد معركة الباطل هذا ما أردت قولاً العالم لا يمكن أن يخلو مطلقاً من معسكر الخير أو من جانب الحق المعارك مشي كلها بين شر وشر مستحيل أن يكون ذلك هذا كلام مش منطقي هناك معسكر خير لكنه يلعب سياسة في طبيعة الحال وصلنا لختام الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوعين القادم في أمان الله اشتركوا في القناة